وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من مسقط المحلل الاقتصادية الدكتور أحمد كشوب أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة إذن انطلاقا من هذه المحاور محاور رؤية عمان 2040 كيف تنظر إلى مستقبل السلطنة من خلال هذه الرؤية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وضعت رؤية سلطنة عمان 2040 وبنيت على أربع محاور رئيسية هذه المحاور تعتبر إذا تحققت بنهاية 2040 سنكون طبعا في مصاف الدول المتقدمة أهم هذه المحاور اللي هو الإنسان والمجتمع الاقتصاد والتنمية الحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة المستدامة هذه عناصر أساسية حقيقة لمحاور الرؤية بعد ذلك اشتقت منها مجموعة من البرامج ومن الخطط التي بناء على الخطط الخمسية العشرية للتنفيذ بإذن الله نعم فيما يتعلق بالتنفيذ سيد الكريم ما هي آلية تنفيذ رؤية السلطنة 2040 وكيف سيتم تطبيقها طيب أنا أحب أركز الخطة الخمسية 21-25 ركزت على خمسة قطاعات رئيسية وهو قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة وقطاع الأمن الغداية وقطاع التعدين هذه القطاعات الخمسة يعني لها مستهدفات خلال الخطة بمعنى أن تحقق بما يتعلق بصناعات التحويلية 12% بما يتعلق كذلك بالنقل والتصالات في حدود 7.5% كذلك أيضا في قطاع السياحة 3 قطاع الأمن الغداي 3.5% وكذلك أيضا قطاع التعدين في حدود 1% هناك أيضا تحددت نسبة أو معدلات النمو لكل سنة فكل قطاع من هذه القطاعات محددة بمعدلات النمو كما أشرت أن هناك كل برنامج وله خطة محددة مسارات معينة هذه المسارات أيضا متحددة بقداول وهناك متابعة ما أعطى هذه القوة هو أن هناك وحدة متابعة تنفيذ للروية هذه الوحدة دورها تسهل وتتابع مدى تنفيذ هذه الوحدات لهذه الخطط الخمسية أيضا أتت التوقيهات السامية منذ فترة قريبة بأن يكون في كل وحدة وكل مؤسسة أن تتوفر فيها مكاتب للروية بحيث تتابع التنفيذ وكذلك أيضا تسهل الإقراءات لتطبيق هذه الروية والخطط نعم من مسقط المحل الاقتصادية الدكتور أحمد كشوب شكرا جزيلا لك